أثناء من نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو وجماعة من أصحابه كانوا متجهين إلى سوق عقاض كان فيه حدث مهم جداً بيحصل في السماء حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ورسلت عليهم الشهب لحرقهم في تفسير القرطبي لقوله تعالى إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين إن كان فيه من الشياطين اللي قادر إنه يسمع بعض الأخبار مع السماء مش قادر يسمع الوحية ولا حاجة وإنما بعض الأخبار اللي ماهيتها مش معروفة ياخدوا الأخبار دي وينزلوا بيها بسرعة على الكهنة والسحرة فيه سرعة خاطفة علشان يعرفوهم به بس اللي حصل كان بيغير هذا الأمر تماماً الشهب بدأت تطلع علشان تتبع هذا الشيطان تحرقه وتصطدم به قبل ما يوصل على الكهن فيه خبر عن عبد الله بن عباس بيشرح فيه تأثير هذا الأمر على مجتمع الشياطين والجن إن هؤلاء الشياطين هيرجعوا على أقوامهم وهم مستائين من اللي بدأ يحصل فقالوا لهم ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وارسلت عينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فضريبوا مشارق الأرض ومغاربها انظروا ما الذي حال بينكم وبين خبر السماء هينزل الشياطين على الأرض كل فئة أو جماعة هتروح على مكان معين ومنهم اللي نزل على جزيرة العرب أثناء ما النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي هو أصحاب صلاة الفجر وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الصلاة بصورة الفجر هيسمع الجن القرآن لأول مرة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هيعبر ابن عباس رضي الله عنهما في وصف دقيق للا حصل فلما سمعوا القرآن استمعوا له ان يركزوا أكتر في القرآن فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهيرجع النفر ده من الجن هيوحي ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بين لدار بينهم وبين أقوامهم لما رجعوا هيستعرف إيل وإيل أقوامهم يرجع لسورة الجن سورة كاملة في القرآن الكريم بتبدأ بصيغة الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم صيغة الأمر في قوله تعالى قل 28 آية هيوحي بيهم المولى عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هيوضح فيهم المولى سبحانه وتعالى حقيقة الجن هيبلغ الوحي ده النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اللي كانوا جزء من العرب اللي منهم كان غارق في الأوهام عن الجن واللي منهم كان غارق في إنكار الجن فهلا بيكم يا سيدات والسادة في حلقة نتكلم فيها عن الجن حاجة كل مسلم مؤمن بوجودها بس كل مسلم ليه تصور منفصل عن الآخر فيما له علاقة بالجن اللي شايف الجن بقى وصاف معينة كده طبيعها في ذكرته يستحضرها في لحظات الرعب والخوف في غير مؤمن بوجودهم أصلا على الرغم من إيمانه بالرسالات محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن بالقرآن الكريم اللي فيه صورة كاملة على الجن فيه إطراب كبير فيما له علاقة بالجن لازم نفصله ونوضحه على قد ما نقدر بس وانا بكتب وبرجع هذه الحلقة لقيت حاجة مثيرة جدا للإهتمام إن الحياة ما فيهاش ملائكة وجن وإنس بس فيه مخلوقات كانت موجودة قبل الجن لا دي غريبة فعلا يبقى واضح كان إحنا مش عايزين نطول كتير خلونا نبدأ بس خلونا ناخد فاصل صغير كده ونعرف مين هو رائع حلقتنا موقع وابليكيشن كونز الماد اللي مهتم بالصحة ويا لها من حاجة مهمة في كثير من بلدنا ما بيكونش فيه الرعاية الطبية الكافية في ناس كمان بيكونوا عاوزين رعاية طبية إكسترا أو مستوى هيعني أعلى من الطبيعي وبيكون الرد إنك لو عاوز هذا المستوى يروحت على الكبر على الأساس إنها حاجة غير ممكنة ومستحيلة والشخص ده كده بيعجزك أو رائع حلقتنا موقع وابليكيشن كونز الماد بيغير هذا المصطلح أو هذا المفهوم دلوقتي عن طريق كونز الماد تقدر تتكلم مع عدة كترة من أوروبا وأمريكا في أكتر من 40 تخصص طبي دقيق تكلم فيديو كول مع الطبيب ومعاكم مترجم وبعد ما تخلصه هيتبعت لك التقرير بحالتك بأكتر من لغة كمان لو العلاج مش متوفر في بلدك كونز الماد بتوفر ليك وتبعته لك لحد باب البيت ومش بس كده دول كمان مهتمين بالسياحة العلاجية في أوروبا وأمريكا وبيوفروا ليك تسهيلات لو حاببت تسافر براه للعلاج كل التفاصيل دي وأكتر هتلاقوها في الرابط الموجودة في صندوق الوصف وشكرا طبعا كونز الماد على رعيتهم لينا لو سألت أي حد تعرفه من هو أول إنسان عاش على هذه الأرض هيقولك بكل تأكيد سيدنا آدم عليه السلام أبو البشر اللي ذريته من السيدة حواء هم اللي عمروا الأرض وجينا إحنا بقى الإنس بس يا ترم إيه اللي كان موجود على الأرض قبل البشر بغض النظر عن الإجابة فاللي كان عايش على الأرض قبل البشر كانوا مخلوقات الحن والبن لو خدناهم من حيث ترتيب الوجود على الأرض فالبن كانوا أول مخلوقات سكنة الأرض وصفها كان أقرب للمسخ ما كانوش بتكاثروا مع بعض بشكل جنسي زي البشر كانوا بتكاثروا عن طريق أن أجزاء من جسمهم بتتقطع تنزل على الأرض فينتج نوع تاني جديد كائنات تانية واخدى نفس الشكل قال لا طب البن دول مش موجودين دلوقتي ليه اختفى البن نتيجة لزيادة منسوب المياه على الأرض وتكونوا الطحالة وبدأوا يتشكلوا بشكل جديد الشكل ده هيعرف باسم الحن اللي كانوا أشبه بالشجر موجودين عند قيعان المياه بيتكاثروا بشكل أكبر وأسرع عندهم القدرة أنهم يمتصوا المعادم من الأرض فكانت أجسامهم أقوى بكتير من البن وبالتالي هيعيشوا وقت أطور وقدروا كمان أنهم يقضوا على مخلوقات البن بس مش كل البن تم القضاء عليهم في منهم كتير راحوا واختفوا داخل الكهوف لكن احنا عندنا دلوقتي مخلوقات أكثر تطورا من الحن والبن وهم الخن ودول بقى كانت عندهم مزايا إضافية عن اللي قبلهم قادرين يستغلوا المياه وقدرين يتغذوا على الأسماك والتحالب فكانت قوتهم غير عادية عندهم قدرات زي التكاثر بينهم ومن بعض حاجة طبعا اللي كانت بيتميزهم وبتخلي عددهم في ازدياد مستمر وفي الوقت دام الكائنات اللي كانت عايشة على الأرض كانت الديناصورات والخن ماقدرش يتعايش مع الديناصورات ماقدروش يعملوا مع بعض التوازن اللي يخلي فيه حياة على الأرض بين الاتنين الغلبة كانت لديناصورات أيها السيدات والسادة والحقيقة إن الديناصور هيعيش مدة طويلة وهو السيد على هذا الكوكب لحد ما ظهر الدن والنس اللي كانوا أكثر تطورا من كل المخلوقات اللي قبله وفي هذا التوقيت خلق المولى عز وجل الجن بعد خلق الجن بألفين سنة خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام شفت بقى كل الكلام اللي فده دي كلها كانت نظرية بتحاول تشرح إزاي كان فيه مخلوقات تانية عايشين على الأرض قبل الجن وقبل الإنسان وفيه نظريات تانية بتتكلم عن إن الحن والبن فعلا كانوا موجودين لكن طريقة حياتهم كانت مختلفة عن طريقة حياة الجن أو الإنس بعدما قضوا فترات طويلة على الأرض بيسفكوا فيها الدماء خلق الله سبحانه وتعالى مخلوقات تانية على هذه الأرض علشان يتخلصوا من الحن والبن مين بقى المخلوقات دي؟ بالضبط كده الجن الغرض من وجود الجن كان استبدال الحن والبن وهو المخلوق خلق الله سبحانه وتعالى من الجن كان مخلوق اسمه سوميا خلقه الله من النار هيتمنى سوميا ويطلب من الله سبحانه وتعالى إن الجن تكون عندهم ميزة عن باقي المخلوقات وهي انهم يكونوا غير مرئيين يشوفوا اي حد ومحدش يشوفهم ده غير ان عمرهم تكون طويلة وبالفعل هتكون لسومية ذرية كبيرة من الجن يكونوا ادرين انهم يقوموا بمعركة مهولة وجبارة ضد الحن والبن تكفى في هذه المعركة هتكون لصالح الجن الحن والبن هزموا في هذه المعركة بكل سهولة سنت يعني هتحارب مخلوقات انت مش عارف تشوفها ازاي حتى ان في منهم اللي هربوا راحوا استخبى وسط الجبال في التفسيرات دي كان هم بعد كده يأجوج ومأجوك كلام ده حصل عند المفسرين قبل خلق سيدنا ادم بحوالي 2000 سنة بعد المعركة دي اللي حصل بين الجن والحن والبن بقت السيطرة والحياة على الارض للجن خلينا اقول لك برضو ان حتى النظرية التانية دي مكانش فيه عليها اي دليل من القرآن ولا السنة الله امال انا جبت الكلام ده من اين في كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير هيذكر ان مخلوقات الحن والبن تم ذكرهم كاثر عند واحد من التابعين لا ذكر صفاتهم ولا حياتهم ولا اي حاجة بالضبط كده كلام ابن كثير كان ايه قال كثير من علماء التفسير خلقت الجن قبل ادم عليه السلام وكان قبلهم في الارض الحن والبن فصلت الله عليهم الجن فقتلوهم واجلوهم عنها وابادوهم منها وسكنوها بعدهم الكلام ده مع كل اسف على رغم انتشاره والدليل وجوده اصلا في كتاب في غاية الاهمية زي البداية والنهاية الا انه لا يجوز انه يتجاوز ويوصل لدرجة انه يكون حقيقا كلام ده عبارة عن اخبار مرسلة لا يوجد عليها دليل مادي علمي ولا يوجد عليها دليل ديني في الكتاب والسنة لو كان الحن والبن موجودين فعلا فليه ربنا سبحانه وتعالى ما اخبرناش عن قصتهم في القرآن الكريم زي ما اخبرنا عن قصة الجن بالتفصيل في القرآن الكريم في سورة كاملة بيحكي فيها المولى عز وجل عن مخلوقات جم يتدرسوا القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم انا عبداللطيف ما تحيرناش معاك انت يعني عاوز تقولي ايه عاوز اقول ان زي ما فيه حقيقة في خرافة كون الحقيقة بقى مش متشافة رأي العين ما يخليش الكلام يبقى على البحري والمفتوح وشفتوا ايه يا سادات والسادة ايه الكلام خدنا بس صدقوني دي كانت حاجات ضرورية كان لازم نتكلم عنها تقولي يعني انت ضيعت الوقت اللي فات ده كله علشان خاطر تكلمنا عن حاجات مافيش عليها اي دليل هقولك ان الكلام في الحاجات اللي فاتت دي كان ضروري في الحاجات الغيبية اللي مشوفناهاش بعينينا مش حاجة صح على الاطلاق ان احنا نجزم بوجودها ولا نقول ان هي حقيقة لمجرد ان مجموعة من الناس بنسك فيه توجهاتهم تبنوا هذه الاراء او ان واحد من العلماء او من المفسرين العظام تبنها في كتب مجرد اصلا جمع قصة اسطورية بقال احد من العلماء حاجة معينة دي حاجة ما تخليش الكلام ده صح مطلق او غلط مطلق كلام ده يتحط فيه خانة تانية جديدة وهي خانة الاكتهاد وقصة الجن ايها السادات والسادة قصة كمان مليانة اكتهادات والاكتهادات اصلا بتبدأ معنا من قصة خلق الجن كثير من العلماء اللي تكلموا عن قصة خلق الجن كانوا متبنيين فكرة المخلوقات اللي وجدت قبل الجن الحن والبن وعندهم كان الغرض من خلق الجن عمارة الارض بعد الحن والبن واستبدال الحن والبن بمخلوقات اخرى وهم الجن وربنا سبحانه وتعالى خلق الجن من النار عشائر عظيمة وكبيرة ومجتمعات بتكتر مع الوقت لحد ما هيدخلوا في مواجهة ملحمية مع الحن والبن قضوا عليهم تماما ونهائيا ومن ضمن الجن كان فيه واحد مميز عن الباقي تعرف قديما باسم عزازيل ربنا أعطاه خزائن الدنيا وتم إيكال مهمة إدارة الجن أو ملك الجن ليه درجة وما كانت عزازيل وصلت إنها ضاهت بعض الملائك كان قريب جدا لدرجة إنه حكم السماء الدنيا بمعنى إنه كان خازن عليها وربنا سخروا لحكمها مزايا عظيمة وحكم عظيم لعزازيل وصلت لملحمة من الملاحم اللي ذكرها الطبري في تفسيره عن ابن عباس إن الجن كانوا هم أول من سكن الأرض أفسدوا في الأرض وبدأوا فيها القتل وسفك الدماء فبعت ربنا سبحانه وتعالى عزازيل كبيرهم مع جندي من الملائكة لقتال الجن وعلى أن تكون الأرض هي ساحة القتال وكانت حرب عظيمة جدا تم القضاء فيها على أغلبية الجن بعدها عزازيل هيوع قدام أهم اختبار في حياته حيات الملائكة الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام لملائكة نفسهم هيسألوا الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون على رواية ابن عباس فكون آدم عليه السلام خليفة ده معناه إنه كان خليفة للجن في وجوده على الأرض أو في حكمه للأرض هو ذريته وفي ده أراء تانية كتير جدا مش موضوعا بس تحجب وسؤال الملائكة كان علشان إيه حسب هذا التفسير وهذه الرؤية لقصة خلق آدم عليه السلام إن السؤال كان يا رب هتخلق خليفة على الأرض هيكون هو آدم من جنس جديد يسفك الدماء ويقتل كما فعل الجن ويفسد في الأرض هو الآخر بس القول كان قاطع من الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون هيخلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام وهيعلمه من علمه لما هيكتمل خلق آدم عليه السلام هيؤمر الملائكة ومعاهم عزازي الكبير الجن إنهم جميعا يسجدوا لآدم القرآن هنا هيوصف حال الملائكة وهم بينصعوا لأمر الله سبحانه وتعالى مباشرة فسجد الملائكة وكلهم أجمعون في انصياع تام لأمر الله بس كبير الجن عزازيل أبا ورفض ومن هنا هياخد اسمه في القرآن الكريم إبليس إبليس في اللغة العربية من الإبلاس بالمعنى اليأس من الخير والندم والحزن ربنا سبحانه وتعالى هيسمي إبليس لأنه هو اللي اختار أنه يخرج من رحمة الله سبحانه وتعالى أما رفض السجود لآدم عليه السلام ورفض تطبيق أمر الله والإنصياع له فهيسأله ربنا عز وجل عن السبب وهو سبحانه وتعالى أعلم به قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين علشان يباني هنا تكبر وحسد إبليس على آدم عليه السلام قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسلو أنا مخلوق من طين وأنا مخلوق من نار أنا معملش كده فكان هنا الأمر المباشر من الله سبحانه وتعالى قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين بس لا أعجب إنه هيكون فيه طلب من إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون غريبة إبليس بيقول ربي ده معناه إن إبليس عارف من هو الرب لكنه قرر الكفر بهذا الرب وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يفضل عايش لحد يوم القيامة دي برضو إشارة إن إبليس كان عارف إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبض الأرواح وفي يده الإفناء والإحياء طب ليه إبليس كان عاوز يفضل عايش ده هيبان بعد أيتين قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين رغبته من الحياة إنه بس يفضل مستمر في الانتقام من آدم عليه السلام وإغواء ذرياته علشان يضطردوا هم كمان من رحمة الله زي هو ما اتطرد من اللحظة دي هيبدأ الصراع بين إبليس وآدم عليه السلام وذرياته خرج إبليس من الملعي الأعلى اتشالت منه كل المزايا اللي ربنا سبحانه وتعالى كان بالدهاله وكل الأشياء اللي كان مسخر لها منع منها الألقاب اللي كانت عنده اتشالت منه لعنة من المولى سبحانه وتعالى خرج من كل النعيم اللي كان فيه وبينزل إبليس على الأرض كلام بالإفادة برضو فيه تفاصيل كتير لم تذكر في الكتاب والسنة أغلبها كان اجتهدات من الصحابة والتابعين والعلماء فمن النقطة دي خلونا نبدأ نناقش الجن عن طريق السؤال والجواب أنا بشوف ان دي طريقة حلوة قوي نقدر نفهم بيها الحاجة اللي حين بتتكلم عنها زي ما احنا معرفين ان ربنا سبحانه وتعالى اختار بعض المواد اللي يخلق بيها الكائنات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى كان الملائكة وعرفنا انهم خلقوا من النور طيب الجن خلقوا من ايه خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فالجن خلقهم الله سبحانه وتعالى من النار طب هل ثابت في القرآن الكريم هم خلقوا امتى الثابت انهم خلقوا قبل البشر موضوع الالفين سنة ده بقى في اختلافات وقال تعالى من قبل دي هي الدليل اللي عرفنا منه ان الله سبحانه وتعالى خلق الجن قبل آدم عليه السلام وبرضو في قصة خلق آدم ربنا سبحانه وتعالى امر إبليس بالسجود لآدم فآباء إبليس فده برضو دليل ان الجن كانوا موجودين وشاهدين على خلق آدم عليه السلام طب هنا بقى فيه سؤال مهم جدا ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق الجن بغض النظر بقى عن قصص الحن والبن والكلام ده هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيجاوبنا على هذا السؤال بكل وضوح وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين عبادة الله سبحانه وتعالى هي السبب في وجودنا إحنا والجن الهدف من خلقنا واحد وبالتالي الجن والإنس زي بعض في حاجات كتير زي ما احنا خلقنا للعبادة هم كمان خلقوا للعبادة وزي ما احنا في مننا المؤمن والكافر فهم كمان في منهم المؤمن والكافر وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إذا يعني الجن كان وصل لهم التوراة عارفين سيدنا موسى وعارفين شريعته إيه واللي حصل لهم كان إنهم ضلوا الطريق زي ما بني إسرائيل ضلوا الطريق دخلوا في حالة جاهلية شبه للإنس دخلوها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أريم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين الكلام ده هو كلام الله سبحانه وتعالى على لسان الجن اللي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته جن مؤمن بالإسلام وبرسالة النبي بل ورايح يدعو قومه للإسلام بس زي ما فيده في إبليس وذرياته وأتباعه من الجن برضو لكنهم مشين في طريق معكس إذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فتتخذونه وذرياته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا دي الحاجة الأعجب بقى من فكرة إن الجن شرير أو عاصي لله سبحانه وتعالى الأعجب هو انصياع جزء وطائفة من البشر للشياطين من الجن زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في القرآن الكريم إنه فسق عن أمر ربي هو وذرياته تلاقي من الناس اللي بيستعين بالجن نتيجة لقدراتهم الخارقة مقارنة بقدرات البشر يستعينوا بيهم في الأذى والسحر بل في قرون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نلاقي إن الشياطين كانوا بيعلموا بني إسرائيل السحر كلام ده طبعا ذكر في آية هاروت وماروت في القرآن الكريم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت باختصار الشياطين كانوا بيعلموا الناس من بني إسرائيل السحر فأرسل الله سبحانه وتعالى ملكين هما هاروت وماروت علشان يعلموا الناس ايه هو السحر يحذروهم من الشياطين واللي بيعلموه ليهم وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر اوعى لما الشيطان يجي ويعلمك الحاجة دي تؤمن بي وتتبعوه فهتكفر بالله علشان كده هاروت ومروت هيعلموا بني إسرائيل الحاجة اللي السحر واللي الشياطين بيعملوه من الحاجات دي حاجة شهيرة جداً وهي التفرقة بين المرء وزوجته فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم النفر من بني إسرائيل بدأ يتعلموا الحاجة اللي بتضرهم فضلوا السحر والكفر بالله سبحانه وتعالى على تعليم الملكين ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون هم عارفين إن استخدامهم للشياطين في أمور السحر ما هو إلا استخدام الشياطين لهم أصلاً فهيفضل إبليس والشياطين من الجن يشتغلوا على إشعال الفتن بين الناس لو خدت وقالك من الآية فالله سبحانه وتعالى أشار للتفرقة بين المرء وزوجه على إنها من أعمال الشياطين ولحاجة هيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أهميتها في حديث داخل صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت أهم حاجة بيتمناها إبليس هي التفرقة بين المرأة وزوجه إبليس لا يتخيل نفسه إنه بيأمل حاجة غير إنه بيوقع بين الناس ويفتن البشر علشان يخرجهم من طاعة الله سبحانه وتعالى استغلالا للقدرة العقيبة اللي خلقها الله سبحانه وتعالى وميز بها الجن لهم يكونوا غير مرئيين بالنسبة للإنس ما تقدرش تشوفهم بس هم ما قدروا يشوفوك والدليل على هذا الحدثة اللي بدأنا بيه حلقتنا الجن جمل الصحابة وهم مأمومين خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلون صلاة الفجر جم وسمعوا القرآن ومشيوا ولم يعلم أحد من الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر إذا لما سيدنا جبريل نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بس مع هذا فيه حاجات مهمة جدا نفكر فيها شايف العالم اللي احنا فيه شايف عالم واسع ديه وفيه إنساء ديه أكثر من 8 مليار بني آدم عايشين إحنا البشر مع غيرنا من الكائنات التانية ملايين من الأمم من الكائنات اللي عايشين حوالينا بنسحة من النوم ونمشي ونروح ونيجي نتناقش عندنا مشاكل بنحاول أن ندور على حل ليها هناك ناس بتحاول تهدينا وفيه ناس بتحاول تفتننا في تاريخ البشرية جلنا كام نبي ده العالم بتاعنا إحنا البشر بني آدم الجن بقى ليهم عالم زينا بالظبط عايشين فيه بيقوموا من النوم ويناموا ويروحوا يشتغلوا عندهم حاجات بيركابوا عليها بيتكاثروا مع بعض وبيتناقشوا مع بعضهم منهم اللي بيؤمن ومنهم اللي بيكفر يعني لهم حياة وعالم زي حياتنا وعالمنا أكيد طبعا فيه اختلافات كتير بين طريقة حياة البشر وبين طريقة حياة الجن لكننا بنكتمع فيه صفات مشتركة إحنا الاتنين خلقنا لهدف واحد وما خلقة الجن والإنس إلا ليعبدون إحنا الاتنين وجدنا لعبادة الله لو كنت فاكر إن دي الحاجة الوحيدة أو الصفة المشتركة بين الجن والإنس خلينا أقول لك إن لا بيجمع بيننا صفة مشتركة في غاية الأهمية الجن زي الإنس بيتصفوا بالعقل والإدراك الجن مش زيه زي الدواب مش مدرك هو بيعمل إيه الدواب زي ما صاحبها بيمشيها بتمشي لأ الجن عارف هو بيعمل إيه الجن مدرك عنده حرية الاختيار وعلى علم بالصواب والخطأ عندهم تمييز يعني فالقدرة على الاختيار بين الشر والخير موجود عندهم زي ما موجود عندنا وبالتالي في منهم المؤمن والكافر وإن منا المسلمون ومنا القاصطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبة المسلمين من الجن متفاوتون كمان في الصلاح وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا طب هل في حاجات تانية بتربط بين الإنس والجن في حاجة مهمة وهي فكرة القرين إن كل إنسان له قرين وهو من الجن عن ابن مسعود رضي الله عنه وإنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قال وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان له قرين من الجن طب تقول لي يعني فين القرين ده أنا مش شايفه وأنا بتفرج على الحلقة هقولك آه ما هي دي صفة من صفات الجن إنهم متخفيين ما تقدرش تشوفهم زي ما اتفقنا والجند ليهم قدرات أعلى من كده كمان لأنهم يقدروا يعملوا أعمال شقة حاجات إحنا البشر ما نقدرش نعملها من سرعة التنقر والحركة من المكان التاني عرفنا ده من قصة سليمان عليه السلام لما كان عاوز يجيب عرش مملكة سبق من اليمن إلى فلسطين شوف دي كم كيلو متر كان سيدنا سليمان في مجلس بيشوف مين من اللي قاعدين معاه يقدر يعمل هذه المهمة قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قبل ما المجلس ده يكون خلصان يكون عرشها عندك مين بشر بقدراته الخاصة كده وبثاته يقدر يعمل هذا الأمر يعني الجن عندهم قدرات غير عادية والجن عموما فيه منهم زي ما انتفقنا الصالح والطالح علشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصانا بالاستعادة من الجن تحديدا الطالح من الجن وهم الشياطين وقل ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون فأيوا يا هسادة وسادة ده كان كلامنا ودي كانت حلقتنا عن الجن لو حابب تعرف أكتر عنهم اقرأ بسرعة صورة الجن وتدبر فيها أكتر فيها من المعرفة عن الجن الكثير والكثير بس محتاجة تتقرأ آية آية ونركز في كل تفصيل من غير بقى مهاترات عنهم ورعب منهم والكلام ده أتمنى أن الحلقة كانت مفيدة وأتمنى تكونوا ووصلتوا للثاني فلوصلتوا لأذية الثانية والولي تحت في الكومنتات آه وصلت للثانية الكومنت الموعدات بتاعنا تأكد أنك عمل لايك ومشارك في القناة وفعل كل التنبيهات عشان يجيلك كل جديد شكرا للمنضمين لعضوية القناة اللي عملك عن طريق زرار جوين اللي موجود جم زرار سبسكرايب واللي بتنزل لهم الحلقات بصورة حصرية قبل إطلاقها بـ 24 ساعة لو حابتكم منهم هتعملك عن طريق زرار جوين اللي موجود جم زرار سبسكرايب أو زرار انضمام اللي موجود جم زرار اشتراك شكرا للمدعمين عن طريق بيتريون وضع فونكاش وبيبال شكرا للناس اللي بتشاري الحلقات في كل مكان واشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة و...سلام عليكم شكرا للمشاهدة